مرحبا بكم في احد الفيديو جديد تزيانت البنية في المزرعة لا أبقى أن نصور لكم الفيديو هذا اليوم سوف أعطيكم معي في البلحظة يقع رقم 1 في بوتاجوني مغوان المزرعة والزرعين في الخضير هو الذي نريد لكم دائما لأن هناك كائن الحواجات الذين نزرعوهم ونقلوا منهم وهذا ما يريدون لكم لذلك سوف نرى ما زرعين تماما ما الحواجات التي كبرت ما الحواجات التي حيضتها وفي الثالي الفيديو سوف نريكم ما جديد من هذا البوتاجي نتمنى أن الفيديو يقوم بكم لا تنسوا باللغة في على google social & facebook وصف الكثير من الإسلام وفي الاشتراك اتركوا أنت شكراكم لكم ومعلك ومشاهدة مع الناس التي أعزيه ومعلك والأشقها اه هة يبقى صميع برحلة من نتمنى أن الصوت سأتطبع هذا اليوم ونبدأ لذا نبدأ من الفيديو على بركة الله زيتنا سوف نبدأ الفيديو من الولدي الفيرما كما ترون هنا في هذه البلاصة سوف نزهر عين فارينة لا نقوم بسرعة قريبا سوف نقوم بسرعة الحمد لله منتجتها قطعت قليلا كما تلاحظوا هذه هي الغبار سوف نستعمل و دائما نقوم بسرعة لن نقوم بسرعة ولكن هنا سوف نقوم بسرعة ونقوم بسرعة ونقوم بسرعة فارينة لنقوم بسرعة لنقوم بسرعة خلق سوف أعطيكم هذا الشيء كامل في هذا الفيديو كما تلاحظون الحمد لله أمور جيد كما قلت لكم كما قلت لكم كما قلت لكم سوف أعطيكم كل شيء بالتفاصيل سوف أعطيكم كل هذه الفيديوات سوف أعطيكم معي كما تلاحظون كما تلاحظون بصلة بيضاء كما تلاحظون كما تلاحظون كما تلاحظون هنا واحد الفجل سوف أعطيكم هذا المصر فجل طويل ومعشي هذا الفجل الحار الذي تعرفه هذا الفجل رائع من المشكلة من المشكلة يجبون من المشكلة هنا خلطين من المشكلة من المشكلة هنا هنا صف كما تلاحظون هذا صف كامل هنا هنا يوجد هذا يوجد صف يوجد 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 من المشكلة هنا نجد يوجد الهد يوجد من المشكلة تطبيق الهد من المشكلة كامل أخرج أضع يوجد مخلطين مجموعة مباربة و مجموعة أخر تلاحظون صف كلهم لدينا المخاطر الحمد لله المخاطر الحمد لله التبني لأنه في الأول الغالية فشتة عبولة ما يتجهل أول عمل ما يكون خالط مخلط يتجهل سفراني في المنطقة سفرانية لا يوجد جعدة المهم هذا هو الجزر هنا يوجد صفوفة فجل بيض فجل بيض طويل يكون بنين في المنطقة محار شرائع لا يحاولنا أن نخدمه كل خضرة بصفة لن تخلط المسائل من المنطقة لا يمكن أن نقوم بزافة و هنا يوجد البصلة الحمرة نحن نقوم بعمل هذا هو صفوفة البصلة الحمرة هنا يوجد صفوفة البصلة و الجديد هذا هو هذا نقوم بحضة أسف لتخلط المنطقة و نحن نقوم بحضة دورة سوف نرحلها سوف نقوم بحضة و نقوم بحضة دورة و نقوم بحضة دورة بعد ساعة لنقوم بحضة دورة من الأرض و توقف فيها و نقوم بحضة دورة لأنه لا يزال على الصيف وزرعة الصيف رمنا بكتوجد كما ترون هنا هذا مكور و هنا لابوغاش خبز النحل و هنا نعناع العبدالي لدينا نديجة ثلاثة و هنا خالد نجال فلفل مهم براكة نخرج من هذه لأن فيزيت في نفس الاتجاه في نفس الطريق و لا تقنطوا من هذه الطريقة رائحة رائحة كثيرة و لكن لما صورت هذا الفيديو هذا النهار سأخذها من الجديد إذا نخرج بعد الباب نرد بإذا كما رأيت هنا كانت هذه جديدة و هذه الجرع لأخذها لتجد بلسطة لتجد الزرعة سأبدأ كما ترون هنا هنا في قلب الزرعة لا أعرف ما أردتها لك لكن لم يكن لديها بلسطة لأن لا يمكن أن تكون بلسطة قد يظهر كما تجد بلسطة هنا هنا مصع مصدر و مصدر الكرافص هنا مصدر هنا مصدر حواد سباق نيخ هناك شتلات صغيرة مقيلات صغيرة المكور لكن لا يريد أن يجب أن يحول المقلل في هذا الملصة هناك صفوف مدنوس يصبر الكثير يجب أن يكون لدينا تقريباً الثاني وباقي كيعتم الحمد لله كانت نتعاني منه يخلف وكانت معينة صراحة خطير و هناك صف ساعة بالنسبة لبلاسة نزرعون فيها خيز ونزرعون في بلاسة ونزرعون في البلاسة هذه العويدات التي تصبرناه الكرموس لنجد الكرموس ونزرعون في البلاسة لنجد البلاسة لنجد البلاسة ونرى ماء ونرى ماء ونرى ماء ونرى البلاسة الثاني هي للمكور نرى ماء تباكد الله تباكد الله يجب أن نشده نجد البلاسة ونرى ماء وضع من خلال ونرى خلال ونرى قليل ونرى بروكولي بروكولي ونرى ماء لن نزرع على فرق لأنه لا تصورها لأنه يتمكن من خفيفة ونرى ماء و هنا نوع خاطر اسمه هذا الشوء غاف مكوبر مخلط مع الباربة الشوء الى بيت خاف يتكلف هذه البلاثة لا يوجد أوراق الفقانيين يتكلف هذا الطرف و يكون بني هذه هي الأنواع التي لا تجدها في السوق و يجب أن تزرعها عندك لتحصل على هذه النتيجة اللونه بعد زوين و لكن المضاقه يكون مختلف و هنا يوجد أقاب التي بدأ قبل أن نرى هذه تشوفوا معي هنا يتكور فريزي اسمه الشوء ميلون هذا يكون بني صراحة و خد شوفوا هكارة المضاقه رائع الناس اللي عزيز عليهم مضاقات شوية مجهدين لا يوجد أقابة مضاقات شوية مضاقات شوية مضاقات شوية مختلفة و هنا صفيفة مضاقات شوية سأجدكم لن أجدكم مضاقات شوية مضاقات شوية مضاقات شوية و هناك كرنب و هذا و هذا و هذا و هذا يجب أن تصف كامل كما تلاحظوا يجب أن تصف و هذا يجب أن ناكل و هذا يجب أن تكالوا و هذا يجب أن تصف مضاقات شوية مضاقات شوية و هذا يجب أن تصف و هذا يجب أن تصف و هذا أجد أن تصف المضاقات كانت صفيفة و هذا يجب أن تصف فشوية لذلك و هنا هذا مضاقات مضاقات جيد و هذه مضاقات هذا الشيباء وهذا الشيباء وهذا الشيباء هذا الشيباء شاهدوا الخير تبارك الله هذه الخضراء بلادواء حقيقة كان عيشوها لم يكن كذب الناس الذين يقولون أنه لم يكن خضراء بلادواء لا يمكن أن تكبر لم يكن لديهم أدواء والناس في البوادي لم يكن لديهم أدواء لكي يقومون بلادواء قفة متكاملة فيها الخضراء فيها الأعشاب فيها كل شيء الخير سبارك الله ثم سوف نزرعكم آخر حاجة لدينا زرعنا مجالم وزرعنا المساحة كبيرة سوف نزرعكم وراءة أنا أعرفكم وما تعواجون لي الفول عندهم المحبين بثائف محلّفت ها الفول ها الخير ها الجلبانة ها الخير كنت صور لكم بحالة ما لدي المطاريات لا تشي حاجة هنا عندي كل شيء حطت تليفون في صندوق دي الفول تخيلوا معي كنت أقول يا رب غم يطعش المهم كما ترى عطلت لكي نصور لكم هذا الفيديو ولكن كنت كان فكر في واحد الكونسب جديد صراحة اللي نخدم عليه نشارك كيف وليات ونرى الخضرات كيف وغاية الحمد لله كنا نأكله كنطينو نتمنى أنها تأجبكم لا تنسوا تشتركوا في القناة لان اشتراك ديالكم كي ضمن الاستمرارية ديال قناة زيتونا لايف كان نقول لكم باللي رغضين و اجد لكم ان شاء الله فيديو و اتلاحقها غير سعينو واحد ديكور جديد واحد ديما الجديد مع زيتونا يلا برام اكتر عليكم نادراء السلام عليكم